الطيارة العسكرية الأوكرانية ندية صفشانكو التي انتخبت نائبة أثناء فترة سجنها في روسيا تدخل البرلمان للمرة الأولى لأداء اليمين الدستوري بعد الإفراج عنها الأسبوع الماضي صفشانكو التي تحولت إلى رمز وطني للمقاومة ضد روسيا منذ انضمامها إلى كتيبة متطوعين تقاتل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا دعت نواب إلى عدم الخيان لقد عدت ولن أدعكم تنسوا هؤلاء الرجال الذين سقطوا في ساحة ميدان من أجل أوكرانيا ولا يزالون يموتون من أجلها في دونباس تقول ندية صفشانكو مبادلة صفشانكو تمت الأسبوع الماضي بروسيين اثنين تتهمهما كيف بأنهما عاملان للاستخبارات العسكرية الروسية فيما أدينت صفشانكو في مرس الماضي بتهمة التأمر لقتل صحفيين روسيين وحكم عليها بالسجن 22 عاما